طال بحجم عبد المنعم رياض بس وانت يوم تسعة يوم الشهيد وانت عايز تحتفي بعبد المنعم رياض سهر لنا خبر تاني لتمثال أسري مفروض نحتفي به أيضا بس هذا التمثال كانت فضيحة لنا كل مواقع التواصل الاجتماعي قعدوا يترياؤوا بعد دول العالم اتكلمت ازاي ان احنا نطلع تمثلنا بهذا الشكل يعني الصورة دي كشفة ارجعوا بالصورة اللي فاتت دي يعني ده بتوضح لك حاجات حل كتير حاجات في مصر اول حاجة عايزك تشوف حجم القمامة اللي في المنطقة يعني انا لو مسؤول كده رئيس وزراء انا امشي وزير بيئة وامشي محافظ يعني القمامة زي الفل اكثر ما قرأته هو ان التمثال الفرعوني لا يدفن كده منفردا لوحده اخوانه مفروض ما تفون معاه دهب مجوهرات يقوت الباص اللي هي حاجات اسمها الخبيئة وتمثيل صغيرة الحاجات دي فين بالمناسبة يعني نظرية الشك والمؤامرة بين المصريين بيقولك ايه بيقولك ان المنطقة دي كانت مليانة اثار تمثيل صغيرة وداهب ويقوت وكلام فبعد ما تسرقت يعني ابتدري بقى الكشف عن هذا التمثال يعني طبعا لا ما عنديش معلوبات لا بأكد ولا بنفي بس انا بحكي لك الوضع خلينا الاول قبل ما ناخد اتصال تليفوني عايز بس اعرض فيديو للعالم برا لما بيجوا يفكروا او بيدرسوا ازاي بيكتشفوا اثر ما وعايزين يطلعوا عايزكم تشوفوا معايا الفيديو ده ياريت يا شباب تعرضوه